أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله ما قتتلوا لالذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمنوا منهم من كفروا ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أوم لا بيع فيه خلة ولا شفعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشبع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا يكره في الدين قد تبيا الرشد من الغي فمن يكفر بالطغوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة الأثقى لانفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا اخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغون اخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النارهم فيها قالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميد قال أنا وحيي ويميد قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد ماطها فأماته الله مئة عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشراب كلبك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشجها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أدني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فكذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك الصاعية وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنبل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا ذلكم أجركم عند ربهم ولا خوف عليكم ولاكم يحزنون قول ماروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذين ينفقوا ماله رئاء الناس ولا يؤمنوا بالله واليوم الآخر فمثلوا كمثل صفار عليه تراب فأصاب قوابل فاتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثلوا الذين ينفقون أموالهم ابتغاء أمرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل دنة بربوة أصابها وابل فآتت كل هدي عفين فإن لم يصبها وابل فطلوا الله بما تعملون بصيرا أي وضوحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعلاب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفة فأصابها يعصر فيه نار فاحترقات كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين هابوا وانفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأحب ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمدوا فيه وعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمنكم بالفحشا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله وانسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقت من نفقت أو نذرت من نظن فإن الله يعلم وما لظالمين من أنصار إن تبضوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤذوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سياتكم والله بما تعبلون خبير ليس عليك هداكم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلينفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وفيلكم وأنتم لا تلمون للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض فيحسبهم الجاهل وغني أمن التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافى وما تنفقوا من خير فإلا الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سروا على نئة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبته الشيطان من المس ذلك بأن لهم قالوا إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الرباء فمن جاءه موعد ثم من ربه فانتهى فله ما سلام وأمره إلى الله ومن عدف أولئك أصحاب الذين هم فيها قالدون يمحق الله الرباء ويرب الصدقات الله لا يحب كل كفار أثيم إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا قوف عليهم ولا هم يحسنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس وموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بذن إلى جل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق سف وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أي من الله فليملل وليه بالعدل واشتشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضان من الشهداء أن تظل إحداكما فتذكركم الأقراء ولا يأبى شهداء ولا تسأموا أن تكتبوه شغيرا أو كبيرا أو كبيرا إلى جله ذلك مقصدوا عند الله وأقوموا للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة وتديرونها بينكم فليس عليكم جراح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولي ضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ويعلّمكم الله الله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبودا فإن أمن بعدكم بعدا فلي ود الذي ائت من آمانتكم وليتق الله ربا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آتم قلبكم والله بما تعبلون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إله من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سورة آل عمران مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التغراط والإنجيل من قبله دلل الناس وأنزل الفرقان إلا الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنهم الكتاب أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم سيغوا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوينه وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن لك أنت الوهاب ربنا إن لك جابع الناس ليوم لا ريب فيه إلا الله لا يخلف الميعاد إلا الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم عقود لار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم الله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبإسال بقاد قد كان لكم آية في فئتين التقدا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى غافرة يرونهم مثلي ويلعين الله يؤيد بنصره من يشاء إلا في ذلك لعبة لولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناتير المقنطرة من الذهب والفدة والخير المصومة والأنعاب والحار ذلك متاع الحياة الدنيا الله عنده حسن المآب قل أونبكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجي من تحتها الأنار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج متهنة ورضوان من الله الله بصير بالعباد الذين يأكلوا الذين يقولون ربنا إن لنا آمننا فاغفر لنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما من القصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الذين عند الله الإسلام وما اختلف فيه وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءكم العلم باغيا بينهم ومن يكفر بآية الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت واجهي لله ومن اتبع وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ الله مصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقدلون النبيين بغير حق ويقدلون الذين يأمرون بالقصد من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم ترين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب دعونا إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معردون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم اليوم الله رب فيه ووفيت كل نفسهم ما كسفت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إن لك على كل شيء قدير تولجوا الليل في النهار وتولجوا النهار في الليل وتخرجوا الحي من الميت وتخرجوا الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسكم وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صديركم أو تبدوك يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض الله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تردلو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسكم والله رءوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور وحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إلا الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذروية بعدها من بعد الله سميع العليم إذ قالت امرات عمران رب إني نذبت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إن لك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى فالله أعلم مما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وضريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات حسنا فكفلها زكريا فلما دخل عليها زكريا المحرام وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إلا الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربها قال ربها بلي من لدنك ذنية طيبة إنك سميع الدعاء فأنا أدته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرام أن الله يبشرك بيحياء مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أني لك أني يكون لغلام وقد بلغني الكبر وامرأة عاقين قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل آية قال آيتك لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلط لربك واسجد واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذي القون أقلامهم أيهم يغفل مريم وما كنت لديهم يختصم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجي عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآقلة ومن المقربين ويكلمون لاس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشاره قال كذلك الله يقلق ما يشاء قال إذا قضى أمرا فإنما يقول لهم ويعلمه الكتاب والحكمة والطرات والإنجل ورسولا إلى بني سرائل أني قد جئتكم بآية من ربكم أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطري فانفق فيه فأكونوا طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأمرص وأوحي الموتى بإذن الله وأنبيكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين ذي من الطالة وليحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واتيع إن الله ربي وربكم فعفدوا هذا صراط مستقيم فلما أحسى عيسى منهم القفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصر الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِنِينَ إِذَا قَالَ اللَّهُ يَعِيسَ إِنِّي مُطَافِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيْيَوْ مِتَهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعِلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوا فَاقُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ إِنْ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ اَرْجِعُكُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيكِ تَقْتَلِبُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمَا لَهُمْ مِنْ الْعَصِنِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَبِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيَفِيهُمْ وَجُورَهُمْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذلك نطلوق عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين أما الحاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناكم ولساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتغل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإلا الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة صوائم بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشتك به شيء عامل ولا يتخذ بعدنا بعدا أربابا من دون الله عينتوا الله فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم الله يعلم أنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم هديا ولا نصرنيا نصرنيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا الله ولي المؤمنين عدى الطائفة من أهل الكتاب لو يدلونكم وما يدلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم دعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنسر على الذين آمن وجه النهار واكفر آكله لعلكم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوطيت ما يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد لا يؤتيك من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن آل الكتاب من إنت أمنه بقنطاره ليؤديه إليك ومنهم من إنت أمنه بقنطاره ليؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من الأعفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين اشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلقا لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عذاب عظيم وعليم وإن لمنهم لفريق يلؤون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعدئذ أنتم مسلمون وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءوكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون قال أقررتم إذا أأخذتم على ذلك مصر قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فهم تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغونه وله أسلموا في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباد وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرت من القاسرين كيف يهد الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البيناء الله لا يهد القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنط الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف عنهم العذاب ولا هم انظر إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصبحوا وأصلحوا إن فإلا الله قفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل تعبتهم وأولئك هم ضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذابا ولا يفتذا به أولئك لكم عذاب الأليم وما لكم من ناصرين صدق الله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر